أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأغضر لتموين السفن مؤكدا دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء لسيما مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ قب 27 في نوفمبر القادم جاء ذلك خلال دقاء هنيرتا تايجيسين الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية والتي أكدت أنه تم اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن في العالم لإقامة مشروع الهيدروجين الأغضر لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي استثنائي وكذا ما تملكه البلاد من مقاومات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة